السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة التأسيس بدون تعقيد. وان شاء الله النهاردة هنياخد الدرس الثاني آآ ميز الصف الاول البداي اللي هو يعني الاوضاع نسبية او المقارنة من الاوضاع اللي هي فوق وتحت واعلى واسفل. اول حاجة لازم اكتب المصطلحات دي لابني ويحفظها. هي اقول له دون يعني اسفل واقول له اب يعني اعلى. ودول عكس بعض. تمام? اسفل واعلى. اسفل واعلى. اسفل يعني فوق طالع فوق واعلى. اه عفوا اه اه طالع لفوق ودون نزلي تحت. واباف. وبيلو. يعني فوق وتحت. دي غير دي. دي اسفل واعلى. انا متجه الاعلى. زادوج دون. اب متجه الاسفل زادوج دون. اه زادوج از جوين اه اب متجه الاعلى. اه زادوج اباف مسلا اه ذهوس الكلب فوق المنزل. وزادوج اذ اه بلو. ذهوس تحت المنزل. دي دي تحت ودي فوق. اما دي اسفل ودي اعلى. طيب. ايه كمان تاني. لازم يحفظ. اون. ذا. ليفت. اوف. اون ذا ليفت. اوف. معناها على اليسار من على اليسار. من يعني ناحية الشمال يعني. ناحية الشمال. اوف. وعكسها. ذا. ريت. اوف. يعني على جهة اليمين. ناحية اليمين ناحية الشمال يعني. تمام? هنشرح من دوقتي بتفصيل بس انا عزي يحفظ الحاجات دي. بعد كده. دول اتنى عكس بعض. يعني خلفة. وبعد كده. يعني امام. يعني امام. تمام? اسفل دون على فوق تحت على جهة اليسار من يعني ناحية الشمال على شماله يعني على جهة اليمين على يمينه وبعد كده خلف ورا الحاجة يعني مستخبئ بقراها. امام يعني لازم يحفظ الحاجات دي. لازم يحفظ المصطلحات دي. تمام? نبدأ بقى الدرس. انا اول توضيح لازم يحفظ الحاجات ديت. تمام? نستطيبها عندها. والترجيم هو لازم يحفظها. بعد كده نبدأ الدرس بقى شرح الدرس. بيقول لي جيب لي هنا في الكتاب. جيب لي في الكتاب صورة كلب. بقول لي اين يوجد الكلب. تمام? ويجيب لي هنا فوق. بقول لي the dog is going down. الكلب يتجه الى اسفل. يبقى ده down. هو نازل تحت. نازل تحت. يمتجه الى اسفل. the dog is going up. الكلب يتجه الى اعلى. وdown. up قلنا عكس بعض. واسفل واعلى. وانفرق بين اسفل وبين تحت. وبين اعلى وبين فوق. يبقى the dog is going down. يعني الكلب يتجه الى اسفل. the dog is going up. الكلب يتجه الى اعلى. عكسها بقى. the dog is above the house. الكلب فوق. هو طالع فوق حاجة. طالع فوق حاجة. تمام? فوق حاجة. هو الكلب فوق المنزل بتاعه هنا. the dog is below the house. الكلب تحت المنزل. يعني المنزل فوق الكلب. فوق الكلب. تمام? يبقى دي فيه فرق بين بين ودوم وبين واب. تمام? بعد كده بقول لي the dog is on the lift of the boy. الكلب يجلس في الجهة المقابلة في الجهة في جهة الشمال. جهة الشمال على يسار اه الطفل. الكلب يجلس على يسار اه الطفل. دي ايده الشمال. دي ايده الشمال. يبقى هو ناحية الايه? on the lift of. على جهة الشمال. تاني. الطفل هنا جهة الشمال. ما حدش اقول لي هو الطفل مدي لي وشه. ودي اليمين. لا. دي ايده الشمال. دي ايده الشمال. دي ايده الشمال. تمام? يبقى الكلب يجلس on the lift of على جهة اليسار. على على الجهة اليسار من الولب. يعني قاعد شماله. تمام? طبع عكسها is on the right of the boy. يجلس على جهة اليمين. تمام? يجلس او يجلس على يمين الولد. هنا على اليسار على اليمين. على يمين الولد وهنا على اليسار الولد. والتنين عكس بعض. بعد كده الكلب يجلس امام. يعني امام. قاعد قدام البيت. قاعد قدام البيت. يجلس خلف البيب. طبع اعرف خلفي ازاي ما هو مستخبي وظهر منه رأسه بس. تمام? يبقى هنا يعني الطفل يجلس. الكلب يجلس. امام البيت يجلس خلف البيت. ولتنين عكس بعض. اخر حاجة معنا في الاوضاع. ان يعني داخل. واوت يعني خارج. الكلب يجلس داخل المنزل. جوة المنزل. قاعد جوة يعني في. او بداخل. او بداخل. الكلب خارج المنزل. طلع برا خلاص. طلع برا. خلاص. تمام? يبقى لازم نعرف اه احفظ الكلمات دي يعني اسفل يعني اعلى يعني فوق يعني تحت يعني على اليسار من على اليمين. امام وبهيند يعني خلف وان يعني بداخل واوت يعني خارج. ونشوف مزيد من الاسئلة عشان ايه? نعرف اه اول حاجة جيبها بالشرح بقى جيب لي وبهيند يعني امام وخلف. وجيب لي هنا صورة فيل وجيب لي وجيب لي كار. بيقول لي هنا يعني الكلب على امام الكلب امام من? امام الفيل. هو قدام اهو. ده. خلف والدوج ايه? قدام. يبقى يبقى الكلب امام الفيل. طيب الناحية التانية. الكلب خلف العربية خلف السيارة يبقى الكلب خلف السيارة يبقى ذا دوج بهايند ذا كار. ذا دوج بهايند ذا كار. ذا دوج بهايند ذا كار. دي ايه واحدة. سهلة جدا ديت. سهلة جدا. نقولها تاني. ذا دوج از انو فرونت اوف الكلب امام الايه? الفيل. جاب صورة الفيل. يبقى الكلب هنا. ذا كار وفرونت اوف ذا فيل. يعني اه 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 خلف السيارة وايه? وامام الايه? الفيل. تمام? بعد كده بقول لي بقول لي بقول لي ارسم مربع على الحاجة اللي خلف الفيل. اللي خلف الايه? يعني خلف. ما عشان لازم يعرف المصطلحات دا عشان يعرف يحل. اللي خلف الارد. فيه من اللي خلف الارد? الكرامنجارو ده? ولا الفيل? طبعا الكرامنجارو هعمى عليه ايه? هعمى عليه? مربع. وعمل دايرة على اللي قدام ايه? الارد. ايه ايه اللي قدام ايه? اكيد الفيل هعمل دايرة على ايه? على الفيل. تمام? بعد كده واند اليفت اوف. على اليمين من. وعلى اليسار. من. تمام? هنا اه يعني على الجانب الايمن او يمين الراجل ده. يمين على ناحية ايده اليمين. او السيارة على جهة اليسار من الايه? من الراجل. بقول لي اعمل دايرة على الخلف على اليسار المهرج وارسم مسلس على اليمين المهرج. المهرج فين? اقول له في النصة هو ايه هو اللي على يساره? طبعا دي ايده ودي الرايت. يبقوا اعمل له فين? دايرة على فين اللي عند ايده اليمين? يبقى الايه? الزرافة? واللي على ايده اليمين الشمال هو الايه? الاسد. تمام? بعد كده اه اللي هي فيه اه او بداخل وخارج يعني بداخل وقود بخارج يعني هنا الكلب جوه وهنا الكلب بره بقول لي هنا الكلب داخل او الكلب خارج. بقول لي اللي في الطبق او في حمام السباحة. ايه اللي جوه? ايه يعني بداخل? هعمل دايرة على ايه? اكيد على المركب وعلى الدك. على البطة على البوت وعلى الدك. تمام? والخارج هنا لايه? اه 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 خارج طبعا الفش والدك. هعمل مسلس على الخارج والداخل. بعد كده اب ودون. اب يعني يتجه لاعلى. ودون يعني يتجه لاسفل. الطفل يتجه لاعلى. يعني يتجه لاسفل. اه اعمل دايرة على اللي بتتجه لاعلى واعمل دايرة على اللي بتتجه لاسفل. ترجم السئلة دي ليه. اللي بتتجه لاسفل هنا. طبعا هنا بتجه لاعلى الايه? السمكة. اخر حاجة معنا فوقها وتحتها. هنا بقول لي الولد فوق الايه? فوق المرجحة. الولد تحت هنا تحت بالزبط هنا فوق. يبقى بف تحت. بف يعني اعلى. بلو يعني تحت. لازم مصطلحات دي. مش هايفهم درس اللي ما يعلم في مصطلحات دي. هنا بلو ادرو اعمل ليه? مربع على اللي اعلى الترابيزة. بف فين? الاعلى فين? اكيد الرابط. اللي هو البلو اللي هو الايه? الكات. هنا ادرو ايه? حلزو ده وعشر غراب ده. تمام? هنا بقول لي كمان نقط از احمد. جيب لي صورة احمد واشرف ومينة. بقول لي مين از احمد. فين احمد? احمد اهو. ايه هو? مين هو اللي على يسار احمد? اكيد مين? اشرف. اشرف از احمد. نقط از او مينة. مين اللي على يمين مينة? مينة فين اهو? فين يمينه? اهو. مين اللي على يمين مينة? اكيد مين? اشرف. اكيد مين? اشرف. دي درس الاطوال حل اسئلة براجع على الدرسين مع بعض وكده احنا اه خلصنا هنا بقول لي ما تش وصل الولد ده ابف ولا بلوه هو فوق ولا تحته اكيد فوق بس اوصل كلمة ايه بف هنا جيب لي كمان بقول لي دي الاطوال درس الاطوال احنا خدناه قبل كده كده يبقى الدرس خلص ولازم الطفل يعرف المصالحات دي لازم الطفل يعرف المصالحات دي اللي هي وانزل 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 واستظرونا في فيديوهات اخرى وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته